الآن معنا من العاصمة الأردنية عمان دكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عصام أهلا بك لأعرف إن كنت استمعت إلى هذا التقرير الذي أعرضناه الآن لكن وفقا لكل المعطيات إلى أي مدى نحن نعيش مقدمات حرب عالمية ثالثة حقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى طبيعة التوترات الدولية التي يشهدها العالم هذه الأيام يمكن أن نعود إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هيريكي سينجر عندما قال من لم يسمع قرع طبول الحرب العالمية الثالثة فهو أصم بمعنى أنه يرى أن الحرب العالمية الثالثة قادمة الآن السؤال هو يقول ونعتبر أنه سؤال مهم ما هي طبيعة هذه الحرب التي يمكن أن تكون أو تسمى حرب عالمية ثالثة أعتقد أن سؤال آخر دكتور عسام أضيف فقط سؤال آخر صغير لهذا السؤال الذي طرحته هل حرب عالمية ثالثة هي بالضرورة حرب نووية هذا بالضبط ما أنا آتي إلى الحديث عنه وإستفسار جميل منك سيدتي أعتقد أننا إذا أردنا أن نقول أن الحروب مستعرة فهي منذ زمن طويل مستعرة بين كثير من القوة الدولية أو بين فاعلين دوليين وفاعلين غير دوليين لكن السؤال الذي يبحث عن النصر دائما أو ما يسمى النصر المطلق فأعتقد أنه سيكون خاسرا لأن مفهوم النصر المطلق الآن أصبح غير موجود أو في علم السياسة غير موجود لأنه إما أن تكون أو لا يكون يعني هناك ما تسمى المعادلة الصفرية لذلك الحرب القادمة إذا ما استمرت هذه التوترات فأعتقد أن خيار استقدام الأسلحة النووية سيكون هو المتاح وهنا نقول في معادلة الحرب النووية أن كل الأطراف جاهزة للضربة الأولى بمعنى أن هناك تسع دول نووية ولكن أربع دول هي التي لديها قدائف وصواريخ نووية تشغيلية فورية جاهزة للاستخدام الآن بمعنى أننا أمام 2100 رأس نووي جاهز للاستخدام الآن من قبل أربع دول من التسع دول النووية دكتور عسام عفوا للمقاطع لكن وقت هذه المقابلة انتهى سريعا دكتور عسام وفقا لكل هذه المعطاة وعدد هذه الرؤوس النووية التي ذكرتها الآن هل من كوابح للوصول لهذا المنعرج أو لهذا المنعطف أين تكمن الكوابح؟ الكوابح تكمن في العقل الجمعي الدولي النظيف الذي لا يبحث عن الانتصار المطلق ولكن يبحث عن السلم والأمن الدوليين أيضا الكابح هو وجود منظمات دولية قادرة على فرض السيطرة وفرض الرأي العالمي على كل هذه الدول وأعتقد أن إعادة الحق إلى أصحابه هو الكابح الرئيسي لهذه المنافسة بين الدول ولكن أعتقد أن الأمور بدأت تضيق إلى درجة أننا فعلا أمام أي خطأ يمكن أن يتصرف به حتى ولو كان رئيس دولة خارج عن نطاق العقل الجمعي للمجتمع الدولي ككل شكرا دكتور راسام ملكاوي ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ الأدراسات الساسية والاستراتيجية